انتصارات ومكاسب ميدانية جديدة تحرزها قوات الجيش الوطني في حرض شمالي البلاد قوات الجيش تحرر في عملية خاطفة صباح أمس الأربعاء سلسلة جبال الهيجة الواقعة شرق معسكر المحصام كانت تتمركز في هذه السلسلة الجبالية ميليش الإرهاب الحوثي وتشن هجماتها على مواقع الجيش في معسكر المحصام وتعاول عليه لفك الحصار على عناصرها المحاصرين داخل مدينة حرد تمتد سلسلة جبال الهيجة من جنوب غرب مدينة حرد إلى شرق معسكر المحصام ويبلغ طولها ما يقارب من خمسة كيلو مترا وبتطهير قوات الجيش هذه السلسلة الجبالية الاستراتيجية من ميليش الحوثي فقد أمنت مواقعها في معسكر المحصام وفرضت حصارا إضافيا على ما تبقى من جيوب الميليشياء داخل المدينة معارك ضارية تخوضها قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة لليوم السابع على التوالي ضد الميليشياء داخل أحياء المدينة والجبال المحيطة بها بعد فصل هذه الجبال عن المدينة وفرض حصارا مطبقا على المقاتلين الحوثيين داخل المدينة قبل أن تتوغل قوات الجيش في الأحياء وتطهير أجزاء واسعة منها صفعة غير متوقعة جعلت قادة ميليش الحوثية الإرهابية تعلن النفيرة في محافظة حجة والمحافظات المجاورة لها لتحشيد مقاتلين جدد بكل وسائل الترغيب والترهيب إلى الجبهة لفك الحصار عن عناصرها وقياداتها المحاصرين داخل المدينة بحسب مصادر محلية فإن الميليشيات عززت مقاتليها بمئات المقاتلين الجدد لكن مقاتلات التحالف كانت لها بالمرصاد ودمرت كثيرا منها الميليشيات حاولت خلال اليومين الماضيين تنفيذ عدة هجمات على مواقع الجيش في معسكر المحصام لاستعادته وفك الحصار عن مقاتليها لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل أمام صلابة قوات الجيش ولم تتلقى الميليشيات سوى الهزائم والخسائر الفائحة